بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة نحييكم من رحاب مسجد الصديق بشرة المطار بحي النزهة بمصر الجديدة بمدينة القاهرة العامرة حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك الذي تنظمه وزارة الأوقاف في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني بمصرنا الحبيبة معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة هذا اللقاء الثقافي ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف وتجول بها في مساجد مصر العامرة لنشر الفكر الوسطي والدين الحنيف السمح ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع إيماناً من وزارة الأوقاف بأن الثقافة تنير العقل وتعمل على نمو هذا الوطن وعلى رفعة هذا الوطن وعلى تقدمه كما تنشر السلام والوئام والود والمحبة بين أفراد المجتمع فكثيراً ما نقول إنسان مثقف إنسان يعرف الله يحب الله ويحب وطنه ويحب دينه ويحب جيرانه ويحب زملاءه من هنا عملت وزارة الأوقاف على تنظيم هذه الأسابيع الثقافية واليوم نبدأ اليوم الأول في مسجد الصديق اليوم الأول من الأسبوع الثقافي الذي تنقله وزارة الأوقاف من رحاب مسجد الصديق ومعنى في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يدور تحت عنوان مبارك عنوان طيب وهو ذكر الله عز وجل وأثر ذكر الله سبحانه وتعالى في حياتنا معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك العلماء الأجلاء معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي ومبتهلا فضيلة الشيخ محمد الجزار معنا من المتحدثين فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف أحد قادة وزارة الأوقاف ومفكريها مدير مدرية أوقاف القاهرة معنا فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسناتنا جميعا وفي ميزان حسنات كل من يسمعنا ويشاهدنا الآن كما نسأل الله سبحانه وتعالى لبلادنا الحبيب مصر الرفعة والسمو والعلو وأن يحفظها بحفظه وأن يؤمنها بأمنه وأن ينصرها بنصره وأن يرزقها برزقه اللهم آمين اللهم آمين أيها الأحبة خير بداية لنا دائما وأبدا أفضل الذكر وأحلى الكلم القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ الكرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترقموا وإذا قرأ الكرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضر وخيف واذكر ربك في نفسك تضر وخيف ودون الجهر من القول بالغدو ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافل بالغدو والدين والدين واذكر ربك في نفسك تضر وخيف واذكر واذكر ربك في نفسك تضر وخيف واذكر واذكر ربك في نفسك تضر وخيف فتن ودون الجهر من القول بالغدو والآصال واذكر واذكر ربك في نفسك سكة ضررا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين واذكر عمك فينا سكة ضررا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال والآصال ولا تكن من الغافلين والآصال لا يستكبرون عن عبادته ويسبخون والآصال والآصال يسألونك عن الأنفال والآصال 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 إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق صدق العظيم حقا حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يُعلى عليه إنه القرآن الكريم هكذا أيها الأحبة استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الثقافي الإيماني الطيب المبارك الذي تنظمه وزارة الأوقاف وننقله لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد الصديق بشرة المطار بحي النزهة بمصر الجديدة بمدينة القاهرة العامرة على أرض مصر الطيبة المباركة أيها الأحبة يحضر معنا هذا اللقاء الثقافي كوكبة من علماء وزارة الأوقاف وعلماء مصر الطيبة يتقدمهم فضيلة الشيخ الدكتور محمود خليل وكيل مدرية أوقاف القاهرة وفضيلة الشيخ الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة وفضيلة الشيخ محمود عبد الباقي مدير أوقاف النزهة وأئمة مسجد الصديق فضيلة الشيخ محمد السيد العركي وفضيلة الشيخ أحمد سلام النجار كما يحضر معنا هذا اللقاء مجلس إدارة مسجد الصديق وجمع غفير من روادي مسجد الصديق بشرة بحي النزهة وجمع من أهالي مصر الجديدة ومدينة القاهرة جاءوا ليستمعوا إلى القرآن الكريم وإلى العلم من علمائنا الأجلاء الأفاضل جاءوا ليستمعوا إلى الدعاء والابتهال جاءوا ليتزودوا من الثقافة الإسلامية من علمائنا المتحدثين في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يدور تحت عنوان ذكر الله وأثر ذكر الله عز وجل في حياتنا الآن نستمع إلى كلمة العلم حول هذا الموضوع الطيب المبارك من فضيلة العالم فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف مدير مدرية أوقاف القاهرة فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة ومح الله به الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله وبعده فنرحب جميعاً بالصديق العزيز فضيلة الشيخ العالم الجليل الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشهون الإسلامية وللصديق العزيز قارئ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي وطبعاً بنرحب بالصديق العزيز كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم الدكتور أحمد القاضي والشكر موصول لحضراتكم جميعاً على هذا الحضور والشكر موصول لمجلس إدارة جمعية مسجد الصديق والشكر موصول لمعالي وزير الأوقاف راعي هذه الأسابيع الثقافية التي تنتشر في محافظات جمهورية مصر العربية بالتوازي يعني الآن يمكن في خمس ست محافظات أو أكثر نفس الأعدى ونفس الندوة ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعاً ذكر الله تحيى القلوب به علق الله عز وجل عليه الفلاحة في الدنيا والآخرة به تطمئن القلوب قال الله تعالى آمراً لنا بذكره بل وبالإكثار منه قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قال سيدنا عبد الله بن عباس ما جعل الله عز وجل أو ما فرض الله عز وجل فريضة إلا وجعل لها حداً يُنتهى إليه ويُعُذَر أهلُها عند العُذْر إِلَّا الذِّكْر ليس له حد يُنتهى إليه ولا يُعُذَر بتركه أحدٌ إلا مغلوب على عقله وحد سُلِبَ منه عقله والعياذ بالله يبقى إذن الذكر لا حد له عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال اذكروا الله ذكراً كثيراً بالليل والنهار في البر والبحر في الصحة والسقم في السر والعلانية قياماً وقعوداً كما استمعنا من فضيلة الشيخ الطروض وعلى جنوبكم عشان كده بعض أهل العلم قال إيه لا عُزر لأحدٍ على تركه إلا إنسان سُلِب عقله والعياذ بالله إذن في كل لحظةٍ من لحظات حياتك إن كنت ترجو الفلاحة في الدنيا والآخرة فلا تترك ذكر الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى فيقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت كثرت فتلني على شيءٍ أتشبث به فقال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله وهذه الجلسة المباركة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة الذي تسبب في نزول السكينة هو الاجتماع على ذكر الله وحفتهم الملائكة بسبب جلوسهم وذكرهم لله وغشيتهم الرحمة ذكر الله وذكرهم الله في من عنده بسبب ذكر الله ولما لا وهو القائل فاذكروني أذكركم واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً ودون الجهر من القول بالغدو والآصال كما استمعنا منذ قليل إذا عيز الفلاح لا يزال لسانك رطباً بذكر الله قراءة القرآن ذكري لله الصالة على سيدن النبي ذكري لله الاستغفار ذكري لله التوبة ذكري لله 1 1 ذكر اسماء ذكر اسماء الله الحسنى باللسانك ذكري لله لا إلهة إلا الله ذكر لله لا إلهة إلا الله ذك لله لا إلهة إلا الله ذك وبعدين يجب بعض الناس كده يقول لك يا مولانا يقول شيخ الجامع يا مولانا انا حاسس كده ان انا تعبان وما بنامشي ودائما في ارق وفي قلق يقوم سيدنا شيخ الامام يقول له ايه يقول له اكيد انت غافل عن ذكر الله لا يا مولانا ده انا بصلي والدنيا معي تمام لا وانت صلي والدنيا معك تمام لكن لسانك رطبا بذكر الله ومن ذكر الله شوفوا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه في سورة سيدنا ابراهيم الذين امنوا وتطمئن قلوبهم تطمئن القلوب ايه تطمئن القلوب بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول ايه ادى نموذج كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فيه اسهل من كده وايصر من كده بس خلي بالك اللسان رطب بذكر الله ده ربنا بيحبه عشان كده كما استمعنا منذ قليل انما المؤمنون كامل الإيمان من يدركون قيمة ذكر الله وعظمة ذكر الله انما المؤمنون هذا تشريف وتكريم لأهل الإيمان انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم يبقى زيادة الإيمان وكمال الإيمان يكونوا بالإكثار من ذكر الله عز وجل يكونوا عشان كده احنا عندنا ذكر مقيد وذكر مطلق الذكر المطلق ده وانت ماشي في السوق وانت قاعد على المكتب لو عندك فرصة ووقت وانت ركب السيارة في كل وقت وفي كل حين وذكر مقيد عاقب الصلوات وعند دخول السوق وعند دخول البيت وعند الخروج من البيت وعند لبس السياب وعند نزول المطر إلى غير ذلك عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للراجل اللي قال له الشرائع كترت قال له لا لسانك رطب من ايه من ذكر الله طب انت عايز ربنا يحفظك في عومك وحسناتك تزيد من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أظن دي كل الناس ممكن تقولها كل الناس حفظينها ما يعني ليست بالثقيلة على اللسان وليست بالصعبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قالها حين يصبح مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب كأنه يعني وبعدين وكتب الله له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكان في حفظ الله وكانت له حرزا من الشيطان ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد زاد على عمله هذا هذا حاجة بسيطة وسيدنا النبي يقول من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو سبحان الله وبحمده بس غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبط البحر لكن العملية عايزة إيه يا أخونا والله العظيم العملية عايزة ثقة في الله ويقين في الله وانت بتتمتم كده بذكر الله يكون عندك يقين أن الله عز وجل سيقبل منك أن الله عز وجل سيغفر لك أن الله عز وجل سيعطيك من الأجل الكثير أن الله عز وجل سيكتبك من المفلحين في الدنيا والآخرة يبقى العملية عملية يقين وذلك شوفوا ربنا سبحانه وتعالى في الحديث قال أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا آه يبقى معي ربنا سبحانه وتعالى معاك توفيق ربنا تسهل ربنا ليك تسهل ربنا ليك في كل أمر من أمور حياتك وأنا معه إذا ذكرني أدعو الله عز وجل بقلب خالص أن يكتبني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كما قال في محكم التنزيل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم اجعلنا من الذاكرين لك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذاكرين لك يا رب العالمين اللهم احشرنا في زمرة الذاكرين لك يا رب العالمين نسألك اللهم توفيقا لطاعتك ولسانا رطبا بذكرك وقلبا مشغولا بشكرك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر احينا على سنة نبينا وتوفنا على ملة حبيبنا واحشرنا في زمرة عظيمنا واسقنا من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا والحمد لله رب العالمين وشكر الله لكم حسن استماعكم هكذا أيها الأخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة العطرة من فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف مدير مدرية أوقاف القاهرة والتي حدثنا فيها عن ذكر الله المطلق والمقيد واختصر فضل وتأثير ذكر الله عز وجل في جملة ما أعظمها في قوله ذكر الله فيه صلاح وفلاح الدنيا والآخرة فاللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين يا أرحم الراحمين أيها الأحبة ما زلنا معكم ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الثقافي الطيب من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الصديق بشرة المطار بحي النزهة بمصر الجديدة بمدينة القاهرة ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة والحقيقة نقدم تحية إجلال وتعظيم إلى مسجد الصديق وإلى القائمين عليه وإلى إدارة المسجد وإدارة أوقاف النزهة وأوقاف القاهرة على هذا التنظيم وعلى هذا الاستقبال حيث أرى مسجد الصديق وقد امتلأ بأسادة الرواد الذين جاءوا ليستمعوا إلى القرآن الكريم إلى الدعاء إلى الابتهال إلى كلمات العلم إلى الثقافة من علمائنا الأفاضل أيها الأحبة الآن نستمع إلى العالم الجليل إلى فضيلة الشيخ خالد الجندي عدو المجلس الأعلى بالشؤون الإسلامية فليتفضل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه هو الملك المعبود الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد الذي قامت السماوات والأرض بأمره والذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره الذي أنشأنا جميعا في الأرض نسمة والذي استعمرنا فيها أجيالا وأمما والذي قسم بيننا الرزق والقوت فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الثناء والمجد والكل له عبد سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثناء على نفسه عز جاه وجلت صفاته ولا إله غيره ولا معبود سواه القلوب له مغضية والسر عنده علانية والناس لديه سواسية وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وقائدنا وحجتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله النعمة المهدى الرحمة المزدى جاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين الذي قال له ربه في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يأتوني من خلفك أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الهم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى ملقه تفاءثره بإيمان وأحسان إلى يوم الدين فاللهم احشرنا تحت لوائه يوم لا لواء إلا لوائه اللهم أسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم جازي خير مجزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم لا تحل بيننا وبينه يوم القيامة حتى توردنا مدخلة آمين آمين يا رب العالمين وصلاة وسلاما على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد من نافلة القول أنه لم يشكر الناس من لم يشكر لم يشكر الله من لم يشكر الناس فشكر الله لمن أحلنا هذا المقام ولمن ساهم في تكوينه وإرجاعه للناس شكر الله لمن فتح مساجد الله لعباد الله شكر الله لمن يسار للعلماء الالتقاء بالناس شكر الله لمن أدار حلق الذكر لحلق الذكر وجلسات العلم للناس كافة تحية واجبة للسيد الوزير الأستاذ الدكتور مختار جمعة على أن أتاح لنا هذه الفرصة الطيبة المباركة وتحية للسادة العلماء وتحية خاصة للسيد الأستاذ الدكتور الدكتور خالد صلاح الذي تحدث فأمتع وتكلم فأشبع وما ترك الأولون للمتأخرين مقالا ولكنها تتمة الخير وبالإحسان يعرف القوم أخوة الإيمان والإسلام إننا نتحدث عن أجل واجبات العبد التي كلف بها من الله ألا وهي ذكر الله عز وجل يا لها من كلمة عطرة يا لها من لفظة تتعطر منها الأذان وتشنف لها القلوب وتشرئب لها الأعناق وتنار لها الوجوه وتطال بها الأعناق وينجو بها العباد يوم القيامة إنها الذكر وبالمناسبة أريد أن أصححها معلومة عند بعض الناس البعض يصور أن الذكر هو المضاد للنسيان يعني الكلمة ذكر الله البعض يقول كان ناسيا فتذكر لا 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 نحن لا نقول تذكر الله نحن نقول ذكر الله فما الفارق بين كلمتي تذكر الله واذكر الله تذكر الله أي كنت ناسيا فتذكرت ولا يوجد بين المسلمين من ينسى الله أبدا الذي ينسى الله هو ينسى نفسه أو يذهب عقله كما أشار سيدنا في حديثه طيب المبارك إذن الذكر عندنا ليس حالة انتقال من النسيان إلى الانتباه إذن ما معنى كلمة الذكر الذكر هي استحضار للمذكور سبحانه استحضار اسمع إلى الحديث تفهم الحديث يقول المولى تبارك وتعالى أنا جليس من ايه ذكرني اسمع الكلمة أنا جليس من ذكرني يعني معنى ذلك أنك في حالة استحضار للمذكور واستجلاب لقدراتي هذا المذكور ولصفاتي هذا المذكور ولرحماتي هذا المذكور لذلك المذكور الذي إذا ما ذكر حضر هو الله تبارك وتعالى فهذا الذكر لا يجب أن ينفك عن العد أبدا ده بالعكس ده هناك حاجة في الله يعرفها العلماء اسمها الضميمة وحاجة اسمها الخبيئة دي من رقائق الفعل التي أشار إليها أبو حامل الغذال في الإحياء إيه حكاية الضميمة والخبيئة الضميمة الخبيئة الأول هي أن تفعل فعلا لا يعلم به أحد غير الله عز وجل وهذا الفعل لا يعرف به أحد من الناس بوجه من أوجه الخير تعطف على يتيم تعطف على أرملة تفعل خيرا تصوم يوما لك ورد من الأوراض التثبيح والذكر إلى أخير هذه السمى خبيئة شيء مخبوء لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى هذه من داب الصالحين وداب العلماء وديدنهم ولها كلام آخر في موضع آخر إنما أريد الآن أن أنبهكم إلى الضميمة ما معنى الضميمة هناك عبادات لا يفتقيم حالها إلا بعبادات معها يعني عبادة مع عبادة مثال نأخذ مثالا لذلك صيام رمضان صيام رمضان لا يفتقيم أبدا إلا بالقرآن ولذلك لو أنت شفت الحديث لو سمعت الحديث وتذكرته معايا يقول لك الصيام والقرآن يشفعان الاثنين مع بعض مصي الاقتران ما بين الاثنين الصيام والقرآن مثلا مثلا التوبة التوبة قارينة قارينة الست كل أمة معافة إلا المجاهرون تستر على نفسك والتوب الاثنين مع بعض هذه ضميمة فأنت من النجين يوم القيامة الصلاة الصلاة ضميمة الخشوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم هنا لا يمدح الصلاة القرآن هنا لا يمدح الصلاة إنما يمدح ماذا يمدح الخشوع المصاحب للصلاة هذه تسمى بالضميمة شيء ضم إلى شيء ترى بعد أن فهمنا ذلك ما هي ضميمة الذكر هذا سؤال جيد للغاية ما هو يعني ما هو الشيء الذي يجب أن يضم للذكر الكثرة يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لذلك الذكر ذكر في ست وثمانين ومائتي موضعا في القرآن منهم واحد وثلاثين موضعا بفعل الأمر المباشر اذكروا الله ذكرا كثيرا فهذا يدل على منزلة الذكر لما يقول لك مئتين تمانية وستين مرة في القرآن الكريم يحص عليه مما يدل على أنه أكثر الأفعال أمرا من الله عز وجل بل إن الله تبارك وتعالى من حبه للذكر جعل كل شيء ذكرى جعل كل شيء ذكرى عبادتك ذكر صمتك ذكر كلامك ذكر يعني هل تتخيل حضرتك نحن الدين الوحيد على وجه الأرض الذي يدخلك الجنة بملامح وجهك يقول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة له في حديث لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه تلق بل الدين الوحيد الذي يدخلك الجنة الجنة إذا نويت بقلبك مجرد النية بقلبك وقال في الحديث القدسي المولى وإذا هم عبدي بالحسنة فلم يعمله فاكتبوها له يال فاكتبوها له شوف الحديث فاكتبوها له حسنة يعني مجرد النية بل الدين الوحيد الذي يدخلك الجنة إذا سكت سكوتك ذكر يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمم فسبحان الذي جعل صمتك ذكرا وجعل ابتسامتك ذكرا وجعل بشاشتك ذكرا وجعل نيتك ذكرا وجعل امتناعك عن المنكر ذكر وجعل فعلك للخيرات ذكرا وجعل صلاتك وعبادتك وقرآنك وتسبيحك وصلاتك صلاتك على النبي ذكر صلاتك على النبي ذكر نعم شوف الآية في الأحزاب قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمين قال لك واحد ادنين ثلاث واحد ادنين ثلاث لمن كان يرجو الله أدي واحد واليوم الآخر أدي اتنين وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا أحسن شيخنا الدكتور خالد عندما قص مالك الذكر إلى نوعين إلى مطلق ومقيد أما المقيد فما كان فيه تكليف مباشر من الله إنما المطلق هو الذي يتفاود فيه الناس بين يدي الله عز وجل يعني التدبر والتأمل ذكر مطلق التسبيح من غير التزام وقيد بعدد هذا ذكر مطلق غضك للبصر ذكر مطلق قولك ونشرك للعلم ذكر مطلق مسك الموبايل ولقيت خبر مش تمام ما شيرته وامتنعت عن أنك تشيره ذكر مطلق امتناعك عن نشر الجائعة ذكر مطلق طاعة الله ورسوله وقول الأمر ذكر مطلق حبك لوطنك ذكر مطلق حرصك على معايشك ذكر مطلق حرصك على الحياة ذكر مطلق حرصك على العمل الحلال ذكر مطلق سعيك على معايش نفقة أولادك ذكر مطلق في كل لحظة من لحظاتك أنت في دائرة اسمها دائرة الذكر مجرد الصمت من غير تسبيح هذا ذكر إذا كنت متأمرا متدبرا بك أستجير وما يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك يا منبت الأزهار عاطرة الشذى هذا الشذى الفواح نفح شذاك يا مجرية الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك أترك عين والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك سأل الطبيبة خطفته يا دراد يا شافي الأمراض من أرداك سأل المريض نجى وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك وسأل المريض نجى وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك وسأل الصحيح يموت لا من علات من بالمناية يا صحيح دهاك وسأل بطون النحل كيف تقاطرت عسلا وقل للشهد من صفاك وسأل الصعبان يملأ فمه بالسم كيف تعيش والسم يملأ فاك سأل الكفيف خطى بين الزحام بلا استضام من سيقود خطاك وسأل البصير وكان يحذر حفرة وهوى بها من ذا الذي أهواك وسأل الجنين يعيش معذولا بلا راع ولا مرع من الذي يرعاك وسأله لدى الولادة وقد أجهش بالبكة من ذا الذي يرعاك وسأله وسأل الجنين لدى الولادة وقد أجهش بالبكة من الذي أبكاك يا أيها الإنسان مهلا واتأد واشكر لربك فضل ما أولاك سبحان اللهم صلي وسلم وبارك عليه كل شيء آية آية من آيات لا تستدعي أن تسبح الله وأن تذكر الله وأن تنشد أنشودة الإيمان الصادقة من قلبك بالله تبارك وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد كل شيء ينطق بعظمة الله وبقوة الله وبفضل الله وبنعم الله وبعطايا الله انظر إلى النعم التي أنت فيها أنك لم تكن ملحدا ولا كافرا أنك من الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أتأثري دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبي الذكر الله هو أعظم عبادة تلقون بها الله عز وجل لذلك الذي يرى كل هذا ويقل ذكره لله عبادة غريبة يعد يوم القيامة مع المنافقين تصور يعني هناك ناس يذكرون الله يذكرون الله إنما عدهم الله من المنافقين رغم ذكرهم لله ترى ما العيب الذي في ذكرهم أدي أسيدي ناس بتذكر ربنا تقول عليهم منافقين إزاي علامة منافق إزاي تكون هل من علامات المنافق أن يذكر الله نعم ولكن قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا تاني ما سمعتش ولا يذكرون الله إلا إيه الله يعني عندك ناس بتذكر الله إيه لا خد بالك بقى وصلى على النبي ده الموضوع كبير يا ليلى بيضة ده ناس بتذكر الله انت عاوز إيه ده حاجة حاجة ده بيتكلم على إيه على ناس بتذكر الله ولا ما بيذكروش تاني ناس بتذكر الله ولا ما تذكروش وبيصلي ولا ما بيصليوش ما تخد بالك إنما كانت الصلاة معيوبة ما فيهاش الضميمة مش بقولك ضميمة وانت بخدش بالك ما تصلي على الحبيب ومه الضميمة دي علشان تخرجك من الجماعة إياه الضميمة دي وظيفتها إيه لما بتصلي صلي بخشوع عشان ما تتصنفش تصنيف تاني ليه تصنيف التاني ده فين لما بيتكلم عن المنافقين بيقولك إيه وإذا قاموا إلي إيه إلى الصلاة يبقى المنافق بيصلي ولا ما بيصليش أهو نص القرآن قاموا بس للأسف الشديد كسالة آه كانوا خسالة يراؤون الناس اللهم احفظنا ولا يذكرون الله إلا قليلا يعني هم بيذكر الله إنما ذكرهم قليل فما فعل المطلوب يبقى مطلوب الذكر مطلوب مطلق ولا مقيد ده مقيد مقيد بالضميمة الضميمة الضميمة اللي هي إيه اللي هي كثرة ذكر الله تبارك وتعالى من هنا يجب أن تنتبه إلى أهمية صفة الفعل صفة الفعل أهم عند الفقهاء من مجرد الآمن بالفعل يا أخي ده الحديث يقول يعني ما يورد الله بخار يفقه في الدين فلما تعرف صفة الفعل تبقى فهم إن الذكر الذي أراده الله منك هو الذكر المقيد بالكثرة وهذا لا يحقق والذكر القليل لا يحقق المراد الذكر القليل لا يرتب السكينة التي وعد بها في القرآن خد بالك حضرتك من دين الإيمان عبارة عن سبع درجات لا إله إلا الله ديها أسنان كده ليها سبع درجات أول درجة منها العلم تاني درجة منها اليقين تالت درجة منها القبول رابع درجة منها الأنقيات خمس درجة منها التسليم سبع درجة منها الإخلاص سبع درجة منها المحبة لو أنت خدت بالك أن هذه الدرجات درجات متتابعة وراء بعضها البعض لو ما حصلش في قلبك حالة الطمأنينة المصاحبة لكسرة الزكر حيفوتك أثر الزكر مش حتقدر تستفيد وتحل بالفوائد عشان كده ربنا سبحانه وتعالى رطب الفائدة للذاكرين على كسرة ذكرهم وليس على مجرد ذكره على طاب الكسرة دي أدي إيه دي حال يا مولانا يختلف من شخصي إلى آخر كل واحد فينا يكتهد لحد ما يوصل الله يبقى إذن تكتهد في الذكر بالتسبيح والحمد والتكبير والصلاة على النبي وفعل الخيرات وإقامة الصلوات وقيام الليل وقراءة القرآن وصمتك عن الباطل وفعلك للخير ونهي أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ودعوتك إلى البر إلى كل أفعال الخير التي تفعلها كلها بنيت الزكر لأن اللي سمها كده ذكر عشان يوصلك لها هو ربنا فثم يعني لو انت خدت بالك من محبة القرآن للكلمة وجدنا أن القرآن بيسمي الصالة ذكر يقول لك يا أيها الذين آمنوا إذا نوضي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر تما كان يقول فكان يقول للصلاة الجمعة فاسعوا إلى صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نوضي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى صلاة الجمعة الجمعة مالشي كده رح شايل كلمة صلاة الجمعة وحط مكانها كلمة تاني يا أيها الذين آمنوا إذا نوضي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الله يبقى القرآن الكريم أمرك بالعبادة ظاهرا وبالذكر باطنة يبقى القرآن الكريم يقصد أنك أن تدخل إذا ضمرت هذا الذكر الذي سمه صلاة الجمعة الحج الحج عبارة عن مناسك مش كده مش الحج مناسك والنبي عسابه لخذ عني مناسككم ووضح الكلام إلا أن القرآن رح شايل كلمة مناسك وحط كلمة ذكر قال فإذا قضيتم مناسككم رح ايه فاذكروا الله لا حلقة إلا بالله يبقى معنى ذلك أن الأصل في العبادات أن اسمها كلها ذكر وإذا كانت في مجال التكليف تسمى دي صلاة ده صيام ده قراءة القرآن ده بر والدين دي صدخة إنما كل العبادات ذكر شكرك لله ظاهريا اسمه شكري لله إنما في حقيقاته ذكر ربنا يقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلع عليكم آيات ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحيوة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون نعمة دي ولا مش نعمة نعمة تعملوا إيه بقى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أنا عاوزك بس تتخيل اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله إن أنت قاعد كده وقاعد لوحدك في نفسك وذكرت ربنا هل تعلم إنه في نفس اللحظة إن ربنا بيذكرك في نفسه يا خبر بيض أنا عاوزك تباسته ما توحد الله تقول لا إله إلا الله إزاي هو ربنا له نفس يا راجل ده القرآن قالها صراحة كده سيدنا عيسى في سورة المائدة قال له تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنه كان تعلم الغيوب فالمولى بيقول ومن ذكرني في ملائق من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي يا راجل دحتك من السبع الذين يظلهم بظله يعني دخلت في حمايته مباشرة من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلى ذلك وراجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه تدخل في الحماية المباشرة من المالك سبحانه وتعالى جل وعلا يبقى معنى ذلك إن الذكر ده حالة من حالات استحضار المذكور تعيش فيه في معية الله تبارك وتعالى ومن وجد الله فماذا فقط ومن فقد الله فماذا وجد ده بقولي يا أيها الذين من لا تلهكم أموالكم عن ذكر الله إنما العجيب إن الذكر ده بيتأكد طلبه عشان تبقى فاهم إن الحياة كلها ذكر بعد انتهاءك من العبادة لا لا فاهمها لي بقى والله ما حفاهمها لك إلا ما توحد الله وتصلي على رسول الله أنت اتفاقنا مع بعض إن الصلاة ذكر وإن صلاة الجمعة ذكر وإن الحج ذكر في خلاف بنا يا جماعة في حد مختلف معنا في القضية دي الحمد لله الغريب إن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك لا تعد ذاكرا إلا إذا انتقلت من ذكر إلى ذكر آه إنما ما عندي ناش وقت فصحة المسلم ما عندوش وقت أجازة من الذكر أنت عندك أجازة في الشغل أجازة في البيت أجازة من صحابك أجازة من الحرب إنه ما عندك شيء أجازة من الذكر بالعكس ده بينقلك خارج العبادة إلى الذكر أعلى من الذكر اللي في العبادة السيء الكلام ده صلى على النبي افتكر الآية بتاع سورة الجمعة اللي أنا ذكرتها لك منذ خليط بيقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعاتي فاسعوا إلى إيه ركز معايا في الحتة دي لحسن دي حساسة أوي لو سرحت عوال علينا ربنا إذا ربنا بيقول لكم تداخل لصلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فسمى صلاة الجمعة إيه لاحظا طيب خلاص صلينا الجمعة خارجين من المسجد قال لك خط خط على رايح فين خلاص يا رب خلصنا الصلاة قال لك لا ده الواجب اللي عليك في الذكر برا الجامع أعلم من الواجب اللي عليك في الذكر جوه الجامع فيني الكلام ده خط أنا بيني وبينك القرآن بص يا سيد بيقول فإذا قدية الصلاة هيولا فسحة بقى كل واحد بقى اللي عاوز ما تشكورة واللي عاوز يتفسع واللي عاوز يتسمر علينا اسمع فإذا قدية الصلاة فانتشروا في الأرض أدي واحد وابتقوا من فضل الله اتنين وإيه واذكوروا الله إيه ما سمعتش واذكوروا الله إيه عاشكلكوا عزيم تزوغوا منها كده واذكوروا الله إيه مش هتهربوا والله ما هتهرب شوفوا انت خارج من المسجد طيب كلمة كثيرا اللي جات في الذكر هنا بص اللي جاية بقى دي جامدة قوي كلمة كثيرا جات جوه الجامع ولا برا الجامع نشآه وانت داخل الجامع راح إيه لك يا أيوة الذين عمانوا إذا نود يا نصلاة بيونجوا مع فاسعة وإيه لا ذكر الله ما قالش كلمة كثيرة وانت داخل صالة جمعة إنما وانت خارج من صلاة الجمعة يعني برا الجامعة قالوا اذكوروا الله إيه يبقى مطلوب العبادة جوا الجامعة أكتر ولا برا الجامعة فتصور حضرتك إذا ألزمك الله بالذكر أكثر من ذكر العبادة يبقى الذكر ده قيمته إيه عند الله عز وجل طب تعالى للحج انت في الحج داخل مناسك المناسك دي مناسك ذكر بصوا أنا مخلص الحج قالك فإذا قضيتم مناسككم ما خلصنا بقى يا ما تحللنا ألعنا الإحرام أهوثوا ما ليقضوا تفسهم وليوفوا نظورهم خلصنا الليلة الجميلة دي اسمه إحرام عارف اسمه إحرام ما صار حراما إلا ما اضعت إليه الضرورة من طعام وشراب إنما كله كان حرام أثناء الإحرام عشان كده لبس الإحرام طيب خلاص بقى البرفيوم حرام كانوا والعلاقات الزوجية حرام والرفص حرام والكلام حرام والجدل حرام وحلاء الشعر حرام قص الدوافر حرام خلاص خلصنا بقى يا سيدنا لا ما خلصناش قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو ايه أشد ذكرى يبقى أشد ذكرى جات جوه المناسك ولا برا المناسك مت هيألفن بعض بالكلمتين دول كل القرآن كده هو أن تستحب الذكرى في حياتك فإذا فشلت أن تكون في حياتك من الذاكرين فلا تعتبر نفسك من الذاكرين لرقعات صليتها أو لآيات قرأتها إنما الذاكر من خالت الذكر حلاوة قلبه وبششة قلبه ختاما سمعنا في سورة النازعات ملائكة أنواع والنازعات غرقا الملائكة التي تنزع أرواح الكافرين والناشطات الناشطة التي تنشط أرواح المؤمنين والسابقات سبقا في المدبرات أمره يوم ترجف الراشفات ملائكة أنواع كثيرة وفي حملة العرش والكروبيون وحملة السماء العليا وكأصناف ودول ملائكة الرزق ودول ملائكة الوحي ودول ملائكة الأجل ودول ملائكة العوة مش كده ولا هي ودول طيب عرفنا الكلام إنما في ملائكة وظيفتهم غريبة شوي اسمهم ايه؟ طوافين صلي على الحبيب ايه يا أخوة الطوافين دول؟ دول ملائكة ملهمش أي شغلانة غير إنهم يسبحوا ربنا ويلفوا في الشوارع والطرقات والأذقة والنجوع والكفور والحواري والبيوت والزوايا والمساجد كل حد دول ماشر كده في وسط إنها انت مش عارفهم اسمهم الطوافين الطواف ده هو الذي يمر بجوارك دون أن تدري به علشان كده في القلم يقولك ايه؟ فطف عليها طائف من ربك وهم صفتوا كده إنك ما تحسش بيه فدول ملائكة وظيفتهم إنهم يطوفوا في الطرقات يعملوا ايه؟ وبيدوروا على مين؟ يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر اللهم اجعلنا منهم أولو أمين فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى آخر الحديث الحديث طويل لا أريد فيه أن أطيل عليكم حرصا على تشنيف أذانكم بالذكر والتسبيح والتواشيح ولكن احرصوا على التعرض لهؤلاء الطوافين حتى تكتبوا عند الله يوم القيامة من الزاكرين الأمر الثاني احرصوا على أن تصحابوا الذكر بألسناتكم وبقلوبكم في حياتكم جميعا لتكون حياتك كلها ذكر لله تبارك وتعالى وتكون من الذين يذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده ولتكون من الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم عثر ألسنتنا بذكرك يا رب العالمين اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء يا رب العالمين اللهم بحق قدرتك وذكرك احفظ بلادنا واحفظ جيشنا واحفظ رئيس جمهوريتنا واحفظ رئيس جمهوريتنا واحفظ شعبنا واحفظ أولادنا وارحم أباءنا وأمهاتنا اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم بحق هذا المجلس المبارك لا تدع لنا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمته ولا مكروبا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سطرته ولا جاهلا إلا علمته ولا سائلا إلا أعطيته ولا عاص إلا هديته ولا عاص إلا هديته ولا حاجة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا واصرتها برحمتك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على إمام الذاكرين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة العطرة من فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والتي أفاضى فيها وحدثنا فيها عن فضل ذكر الله عز وجل وعن مطلوب ذكر الله سبحانه وتعالى وعن ضمنية ذكر الله سبحانه وتعالى كثرة ذكر الله فاللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الحامدين يا أرحم الراحمين بعد هذه الكلمة من فضيلة العالم الجليل خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الصديق بشرة المطار بحي النزهة بمصر الجديدة بمدينة القاهرة العامرة ببلادنا الحبيب مصر حفظها الله سبحانه وتعالى وأنزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء وعلى سائر بلاد العالمين أيها الأحبة بدأنا هذا اللقاء بالقرآن الكريم بدأناه بتلاوة مباركة عطرة من فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروتي وها نحن نصل إلى مسك الختام إلى الدعاء إلى الابتهال وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما حدثنا عن الدعاء قال الدعاء هو العبادة إن الله تعالى حيي كريم إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً وفي رواية صفراً خائبتين في هذه الرحابة الطاهرة ونحن كما تفضل عالمنا الجليل وعالمنا الجليل نذكر الله عز وجل في حلق الذكر وفي حلق العلم نطرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال راجين الله عز وجل أن يتقبل منا دعاءنا اللهم آمين مع الدعاء والابتهال وفضيلة المبتهل الشيخ محمد القزار لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله وعليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ مصرنا واحفظ مصرنا يا رب لك يا إله العالمين يا دعاؤنا إياك نعبد والقلوب يا دعاؤنا اياك نعبد والقلوب توحد بك نستعين وأنت عون من ارتجاه نحن العباد وأنت أنت السيد إنا رضينا بالشريعة وجهتان الله الله رب والرسول محمد الله اشتركوا في القناة الله يفعل ما يريد بأمري من ذا يردك يا عظيم الشاني هو معجز في ملكه سبحانه هو معجز في ملكه سبحانه وهو الكريم وهو الكريم وهو الكريم ووايب الغفران إن قلت يا ربا لبى دعوتي وحباني سترا في كل العماني وحباني سترا فيه كل أماني يا أيها المختار من خير الوراء خلقا خلقا وخلقا بالكمال توحدا يا أيها المختار من خير الوراء وراء خلقا خلقا وخلقا خلقا وخلقا خلقا وخلقا بالكمال توحدا يا أيها المختار من خير الوراء خلقا خلقا وخلقا بالكمال توحدا ابariat يا أيها المختار ، أمو حين Uh quo والواح بات يا أيها المختار mach مoku لما دحيه ماذا أقود لماذا أقول ماذا أقول لماذا أقول إيه والله طهر من سفاح الجهدية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن سماك ربك في القرآن سماك ربك في القرآن أدت بك الرسل الكرام القرآن سماك ربك في القرآن سماك ربك في القرآن رائع يا شيخ محمد رائع نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجادا نادت بك الرسل الكرام النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف التجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله حقا أيها الأحبة ستظل مصر الحبيبة واللادة ولن ينض ولن يجف مددها فهي دولة التلاوة في القرآن الكريم واستمعنا واستمتعنا بتلاوة مباركة من فضيلة الشيخ القارئ الدكتور عبدالفتاح الطاروطي وها هو الفتى المبتهل المبدع فضيلة الشيخ محمد الجزار يمتع ومتع آذاننا بهذا الدعاء وبهذا الابتهال حقيقة تحية إجلال وتعظيم له ونسأل الله لبلادنا الحبيب مصر أن يملأها علما وعلماء وأن يجعلها دوما قبلة العلم والعلماء بهذه الأدعية والابتهالات نسلوا بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الثقافي الطيب المبارك الذي نظمته وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وها هو اليوم الأول لهذا الأسبوع الثقافي الذي نقلناه لحضراتكم من رحاب مسجد الصديق بشرة المطار بحي النزهة بمصر الجديدة بمدينة القاهرة كان معنا قارئاً فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي ومبتهلاً المبتهل الشيخ فضيلة الشيخ محمد الجزار وكان معنا من المتحدثين من العلماء الأفاضل فضيلة الدكتور العالم الجليل أحد قادة ومفكري وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف ومدير مدرية أوقاف القاهرة وفضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حفظ الله بلادنا الحبيب مصر بحفظه وأنزل عليها الأمن والأمان والسلام وعلى سائر بلاد العالمين غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء من هذه الرحاب الطاهرة حتى ذلك الحين استودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته